اسم الله الرحمن الرحيم هنكمل مع بعض دروس الماي سيكول النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة هنتكلم عن ازاي نعد البيانات به وجدول معي احنا عندنا الجدول ده عايزين نقول له الحد اللي اسمه عمر خليلي الاسم بتاعه بدل ما هو عمر يبقى موري مثلا طيب نعمل ده ازاي هنفتح الاطم نبدأ نعمل كوير جديد الكويري ده هيبقى برا عن ايه حاجة هتعمل update تمام بقى منطقة البساطة هابدأ اقول له update هي update اني جدول الجدول اللي اسمه accounts هيعمل جو ايه هيعد البيانات هيعمل set لنيم تمام equal خليلي الاسم بيساوي موري وير فحالة ان الاسم بتاعي بيساوي عمر هنا انا قلت له حولي الاسم من عمر الى موري خليلي جديد بتاعي قسات الجديدة هيبقى موري وير النام القديم اسمه عمر طيب هابدنا نفذ كويري ازاي هقول له ايف mysql i underscore query of dollar sign connection comma dollar sign query فحالة ان الكويري ده اتنفذ والدنيا تمام معايا ايكو مثلا update طيب في حالة ان هو ما تنفذش اقول له else ايكو error while update حصل error في الupdate طيب نجرب كده نشيل من النام ديت هنخليها nme او نخلي اكاونت بدل بها اكاونت كاملة كده تبقى اكاونت بدون حرف الاو نجي نعمل ريلود للصفحة بتاعتنا قال لي error while update في error حصل وانا بعمل update طيب نرجع بقى نصلح اكاونت بتاعتنا كده نعملها مضبوطة نخلي اكاونت طبيعية ونيجي نعمل ريلود للصفحة قال لي update نروح هنا نعمل refresh للداتا بتاعتنا هنلاقي كل اللي كان اسمهم عمر بقوا موري طيب نفرض ان احنا عايزين نعدل واحد بس منهم حد معين منهم يعني عايزين نعدل واحد بس منهم عايز عدل اللي ال id بتاعه باثنين مسلا ممكن اجي هنا اروح الى الواسيه دي خليلي اللي اسمه موري هحوله لعمر يعني البيانات دلوقتي اللي عندي اسمها موري هقوله while name equal mory and ال id بتاعه بساوي اربعة ودي control s احنا كنا قلنا اربعة تقريبا اربعة خلينا فاربعة حلوة اربعة تمام ونيجي نعمل دلوقتي ريلود للصفحة قال لي updated تعالوا نعمل refresh هنا ونشوف رقم اربعة بقى اسمه ايه بقى اسمه عمر يبقى انا اقدر اتحكم في ال where بتاعتي عالي جدا زي ما حدناها قبل كده اه طب ينفع اهد الاسم والرقم وكل حاجة مع بعض اه انا ممكن اقول له name بيساوي عمر كما وحط لي cd ال password هيساوي مثلا hello وكمان اقول له ايه كمان ماشي كفاية name وال password بس هعدل على رقم اتنين عشان نشوف التعديل بتاعنا نيجي نعمل reload update نبص هنا كده على refresh رقم اتنين بقى اسمه عمر وال password بتاعه بقى اسمه hello يبقى احنا كده نقدر نعدل بيانات على حسب اختيارنا طبعا نقدر نعمل سرش على حد ونقول where name بيساوي الخيانة اللي احنا بنعملها طب نجرب نعمل الحكاية دي لو عايزين نسرش على حد معين ونعمل update البيانات بتاعته انا هخش في html كده بس عشان نعمل form صغيرة كان ممكن اعمل form بإيكو جوال بحب بي بس انا بفضل عملها جوال html عشان نشوف التعامل المبينهم عامل ازاي هنقول له form وهدي الفورم دي method method المسود بتاعتها مسلا نقول post وهقول له عندي input name equal مثلا سرش دي وهقول له عندي input طيب بتاعه submit تمام والname بتاعه search search sign search key وهقول له value بتاعه search تمام وهاجي هنا قبل ال update هاجي اقول له if dollar sign underscore post of mean of search اسم ال key اسم البطن بت search اقول له search اقول له سيدي لو عملت search خدلي ان عندنا variable مثلا نسمي اس بيساوي dollar sign underscore post of search of search اه نلاعونا افطارد مسلا ان داوة ال id اللي هندور عليه ان احنا هندخل ال id اللي هندور عليه وهقول له هنا set ال name بتساوي عمر والباسورد هلو where ان ال id بتاعك بيساوي بين السنجل كوت اكتب له dollar sign اس نجرب كده نعمل save ونروح للصفحة بتاعتنا نعمل reload ال input بتاعي الطائب بتاعه مش مزبوط علشان عاملين space بس نجي نعمل reload ال input تتزبط هنقول ان احنا عايزين ندور على مين عايزين ندور على الراجل اللي كي بتاعه الف واحد ونعدل فيه هنيجي هنا نعمل الف واحد واقول له search عمل اللي update طب تعالوا نشوف الف واحد هنا بقى عامل ازاي الف واحد بقى اسمه عمر وبقى الباسورد بتاعه هلو يبقى انا كده اقدر اعمل search على حد واعمل update لداتا بتاعته اقدر اعمل update عادي من جر search و update عادي جدا باكتر من حاجة هتتعدل password name ال id اي حاجة نعايز اعدلها براحتي اقدر اتحكم في الشروط زي ما انا عايز اتمنى اكون افتقوا في الدرس ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة